بسم الله ده اللابل انتي طلعتين مني اللي على الشمال ده اللي طلب مطلوب والعليمين ده الحل اول حاجة لو تلاحظين ان انا عندي اربعة او خمسة ارية موجودين اربعة واحد زيرو اين و ثلاثة طلب مني ان انا اقسم الناتورك عندي لسلاش تلاتين سبنت لسلاش تلاتين سبنتس موين كل اثنين راوتر هيكون عندي سلاش تلاتين طلب مني اول حاجة ان انا استبدال student id بالرقم اللي حضرتك بعديه لي واخد اخر اتنين دجت فيه و احولهم فبالتالي السبنت عندي اللي هيكون x000-30 هستبدل كل اكس فيها وحط مكانها 47 زي الجدول اللي ظاهر قدامي هيبقى عندي اول سبنت هيبقى 47000-30 وطبعا اي سبنت فيهم هيكون ليها بداية و هيكون ليها نهاية فال00-30 هيبقى بدايتها واحد ونهايتها اتنين اقصد ان الابي بتاعي الراوتر الاول هيكون ضد واحد والاي بي بتاعي الراوتر التاني هيكون اتنين خلاص الصبنت اللي بعدها يكون x000-30 خمسة وستة ده اي بي الراوتر الاول والتاني وهكذا 8 12 16 و هنبدأ نفرغ الجدول ده على الصبنت الموجودة عندي او على الراوترات تمام؟ طبعا انا شرحتها بس على الاس لكن في جدول تحت بالزبط ويشرحها بالزبط بعد ما استبدلت كل اكس بال 47 بتاعي فده ال 47 اللي انا هستبدله ومش هستبدله بس في ال اكس في الاي بي هات لأنا هستبدله كمان في الاريا لانه طلب فيما بعد كمان ان نستبدل الاريا الرقم الاريا 01234 هستطفز بس باريا رقم 0 لان هو اللي طلب مني ده وهستبدل كل اريا بعد كده اللي هي اريا 1 و 2 و 3 و 4 هي باريا 47 48 49 50 عشان بعدين لما تشوف ال اي بي 4800 او 4900 يتبقى عارف ال اي بي ده جاملي ده ال start اي بي بتاع كل روتر وده ال end اي بي بتاع كل روتر فبين كل روترين هي بقى ده ال انترفيس الاول وده ال انترفيس التالي عشان بعدين لما يجي اعمل ديس بلاي ال اس بي اف في نهاية اللاب تبقي فارما ال اي بي هات دي جات منين طبعا سلاش 30 بتترجم في النهاية 55 55 55 55 55 52 تمام طيب رقم اتنين طلب مني ان انا استبدل كل اكس من نهاية ماتش الاريا اي دي باستثناء اريا 0 ده نقطة رقم اتنين بتقول كده اريا 0 هتفضل زمهية اريا واحدة تبقى 47 48 49 50 تمام طلب مني انا كمان اكارية الخاصة بكل اريا فيه مع العلم ان بيقولي هنا الاكس لازم تكون شبه الاريا اي دي والفيلان لازم تبقى الاريا اي دي بلاس اربعة اللي هو السطر اللي انا بشاور عليه بالظب الاريا اتنين لازم تكون الاريا اي دي بلاس اربعة مع الاحتفاظ بتقسيمة الفيلان اللي هو طالبها مني الاريا اكس تم اتفقنا اللي هي كانت مفروض 1 2 3 4 هتبقى اريا 47 48 49 50 انا بس كنت بفصلها في الجدول ده لكن فيه جدول تحت موضحها بالتفصيل اريا 47 48 49 اريا 50 احتفظت باللوب باك ادرس زي ما هي بالظبط انها بارية طلب اللي بعد كدة طلب مني البس مش اي فيلان عادية طلب مني ناقسم الفيلان بيزد على عدد اليوزرز المطلوب تمام من هنا بس قطعش أولك على اللوبباك تعالي نرجع تاني على اللان ونشوف عدد اليوزرز المطلوبين في كل فيلان منهم وازاي ان انا هحدد الصبنت بيزد على عدد الفيلان اللي هو طلبهم مني كده خلاص من اللوبباك وهواريك ازاي بنعملها configuration في الراوطر بعد شوية كل اللي بعمله انا بعمل انترفيس اللوبباك وبحط ال IP address بتاعي اللي هو 12.1.24 اللان الاولى اللان الاولى طلب مني يكون عندي موجودة في اريا 3 خلاص احنا ترجبنا اريا 3 بقت مفروض 49 اريا 3 لازم يكون فيها عدد اشخاص حوالي 8000 يوزر او بيقولك ال closest number اقرب رقم للرقم اللي هو طلبه عشان العدد ده هنحاولها بتخدام الصبنت الاريا اللي بعدها في اريا 4 500 اريا 2 فيها 2 فيلان الفيلان الاولى كلاسي والكلاس التاني او الفيلان التانية 3000 يوزر طبعا نجيب اقرب رقم لها واكبرهم هي كانت اريا واحد بتحتوي على 6000 يوزر هنحقق القصة دي ازاي هبدأ برقم واحد زي ما هو طلب مني كده بالترتيب اول حاجة هبدأ بال8000 يوزر عشان حققت 8000 يوزر استخدمت وهو طلب مني 8000 وده اقرب رقم بيحقق التارجت اللي هو عاوز اللي هو 8000 يوزر طبعا انا هنا بشاور على 19268x.0 واستبدلت كل اكس بالاريا ايدي اللي انا واقف عليه كده انحققت اول بلان عندي اللي هي 8000 يوزر تمام؟ المفروض ان انا اتنقل لنقطة رقم 2 هي الان الموجودة في ارية اربعة اللي هي ارية خمسين لازم تكون محققة 500 يوزر طبعا مش حققة ال 500 انا اقرب رقم لها الهاية 512 الموجودة في ارية خمسين اللي هي كانت قبلة هي ارية اربعة وبالتالي اللي انا عندي هنا هيكون 192.168.64.0 لو تلخزي عندي هرجع بس في الارية تلاتة تاني او ارية تسعة وربعين اللي سلاش تسعة عشر اللي هي 192.168.49.0.19 بدايته تمام انه بيحقق 8000 يوزر وده رقم مش قلية ده رقم كبير بدأ عندي هزا ما انا كاتبا لستارت من 32.1 ابتو 63.254 يعني بنتهي عند 64 عشان كده لو سألتين انتي ليه في الارية خمسين بتبدأي من 64 لان انا عندي نهاية الصبنة اللي قبلها كانت عند ال 64.0 وده اجبرني ان انا استخدم سلاش تلاتة وعشرين عشان احقق التارجت بتاعي اللي هو خمسمية وتناشر يسر تمام كده فده اجبرني ان انا استخدم القصة دي خمسمية وتناشر لها سلاش تلاتة وعشرين استخدمت نهاية الاولى عند بداية التانية تمام كده وده طبعا كب بدايتها من 64.1 ونهايتها عند 65.254 يعني الصبنة اللي هي ليها بعد كده لازم ابدأ من عند 66 ده اجباري اه هروح للارية رقم اتنين عندي تنين فيلان الفيلان الاولى كلاس سي معروف سلاش اربعة وعشرين والكلاس التانية او الفيلان التانية عندي تلاتة تلاف يوزر هحقق اقرب رقم لها رحت عالارية تمانية وربعين كلاس سي طبعا معروفة ان هي سلاش اربعة وعشرين نهاية دي كان ستة وستين ضل سلاش اربعة وعشرين يبقى مية اتنين تسعين مية تمانية وستين ستة وستين ضلز اربعة وعشرين عشان احقق التارجت اللي بعد كده اللي هو اب Gottes مال تلاف استخدمت ال supports معاتنين وتسعين مية تمانية وستين ستة وستين ضلز سلاش عشرين حقق اربعتلاف اوربعة وستعين يوزر ده اقرب رقم تقريب للثلاث تلاف اللي هو ما محتاجهم كان عندي من 16 وكان戰 كان عندي الواحد و ثلاثين ضد مئتين و خمسين لو تلاحظي ما فيش اي كونفلكت ما بينه و ما بين السابنت اللي هي في أريا 24 بمعنى انه عندي كان بدايته 16 و نهايته 31 لكن اللي في أريا 49 كان بدايته 32 و نهايته 63 فكذا ما فيش اي تداخل ما بين السابنت اخر طلب عندي تارجت بتاعي 60 ألف يوزر اللي انا حققته طبعا اللي هيصلي 16 هققلي خمسة وستين الف خمسمية ستة وتلاتين يوزر. وده اقرب رقم تقريبي بيحقق الشرط اللي هو ستين الف يوزر. تمام كده? طيب. اللي بعد كده ان انا انا اوزع الاول اللي انا حققتها دي اوزعها. اجيب الرسمة بتاعتي واوزعها ما بين كل الراوترين. في الرغط الجدول بتاعي سبعة وعين زيلو زيلو سلاش تلاتين سلاش دوت اربعة سلاش تلاتين دوت تمانية وهكذا. ده اللاب بتاعي وزعت عليه. خلينا نشوف اول حاجة الاس بفعل رقم واحد راوتر مسلا حداشر. انابل. شو اي بي او شو رانينج عموما. دي توزيعة اول راوتر هي عندي تلاتة ارية زيرو والسطر الاخير ارية خمسين. وده ارية خمسين لانا بشاور عليها دلوقتي. تمام كده? نفس الكلام هيتحقق على باقي الروترز. التانية. طريقة الاضافة سبعة وربعين زيرو زيرو سلاش تلاتين بتترجم في الو اس بي اف الويلد كارد موسك هتكون زيرو 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 تلاتة. حتى كمان الخمسين. لان كل الصابنت دي سلاش تلاتين. الخمسين زيرو زيرو دي جات منين? وهي كانت اكس زيرو زيرو زيرو. هو طلب مني نستبدل كل اكس بالاريا اي دي. والاريا هنا كانت خمسين. فبالتالي خمسين زيرو زيرو زيرو. دي اللي انا بشاور عليها. تمام? طبعا طلب مني ان احتفظ بالاريا زيرو لكن اغير باقي الاريا زادي. تمام كده? اغير باقي الاريا. تسع وعبعين تسع وعبعين تسع وعبين. خمسين خمسين. لان بعد كده لما تشوف الارقام دي ما تبقي عارفة الاي بي هاتي جات منين. هنا نفق راوتر اتنين هون. بوريلك الاي بي او اس بي اف. بنعمل الكوماندات بتاعتها ازاي. طلب مني ان انا هنا رقم ستة. ان انا اوريك الكوماندات في راوتر اتناشر وسبعتاشر واربعتاشر. الكوماندات هي شوق اي بي او اس بي اف نيبر. وده تبيز وده تبيز سامل. هذه راوترات اللي انا بشاور عليها دلوقتي. تعالي ناخد راوتر منه ونبدأ به. بوريلك الامر بيحتاج مني ايه. اول كوماند طلبه مني هو شو اي بي او اس بي اف نيبرز. وطبيعي يطلع عندي نيبر واحد بس. وده شيء متوقع. اهو. الراوتر اي دي بتاعه بتاع النيبر اتناشر 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 اتناشر. اللي هو في فين يا ترى اللي هو راوتر اتناشر. انا سميت الراوتر اي دي في الحالة دي كان ده. اللي هو بيحمل الناس ابنت تسا وربين زير زير سلاش خمسة وعشرين. لكن لما جراني نفس الكوماند على اي راوترات تانية. عدد النيبرز اللي يظهروا بيختلف على عدد النيبرز الموجودين او كونكتد حوالي. هراني نفس الكوماند بس. على راوترات تاني او على اقل اتكمل التلاتة اوامر اللي هما داتا بيز و داتا بيز سامري. ده داتا بيز شو اي بي او اس بي اف داتا بيز و ده شو اي بي او اس بي اف داتا بيز سامري. اقرر نفس الكوماند على راوتر 17 و 14. طبعا انا اخدت سكرينشوت من كل الاوامر دي وحطتها لك فيه. اقرر نفس الكلام كل ده اخدت من سكرينشوت عندك في السلوشن. اقرر نفس الكلام كل ده اخدت من سكرينشوت عندك في السلوشن. اقرر نفس الكوماند على راوتر 17. اقرر نفس الكلام. اخر طلب الطلب مني لنحسب الكوست من روتر 14 روتر 17 طبعا نحقق شرط 7 خلاص نحن نرى من روتر 14 روتر 17 ونحسب الكوست نحسب الكوست ازاي من روتر 14 روتر 17 بستخدم الامر شو اي بي او اس بي اف تعال نشوف طبعا نحقق تلك كل الشروط او محتاج الابتمال بص وانا حددتلك الابتمال بص شاورتلك عليه تعالي اقولك انا حسابته ازاي باستخدام الامر شو اي بي و اس بي اف انترفيس بريف بيطلع علي الكوست والكوست في كل ما صار منهم بواحد لاحظت ان اقصرهم على الاطلاق هو الروت من 12 لراوتر اثنين تمام اشتركوا في القناة